موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع قادما من السعودية التي أعلن منها أن حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تل أبيب ثم في الضفة الغربية في بيت لحم تحديدا في محطته الأولى أي السعودية كان حجم الحفاوة والاهتمام الذي حضي بهما هو وعائلته هائلا ويفوق التصور بحسب وصفه هدايا واستثمارات وصفقات بمئات مليارات الدولارات مقابل مواقف نارية منه ضد المقاومة وإيران أما في فلسطين المحتلة فكرر ترامب لازمة الرؤساء الأمريكيين بالدعم لا محدود لإسرائيل متفاديا الكلام عن الاحتلال والاستيطان وحتى حل الدولتين لا بل أكثر من ذلك فقد توجه إلى الرئيس الفلسطيني بالقول إذا وضعتم شروطا على المبادرة السياسية التي نبلورها لاستئناف المفاوضات فسندعم عملية إقليمية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية حتى من دون حل القضية الفلسطينية بحسب صحيفة إسرائيل هايوم ما صحة هذا الكلام؟ وعلى أي أسس تريد إدارة ترامب استئناف المفاوضات إذن؟ هل من أهداف زيارة ترامب للمنطقة ضرب حركات المقاومة مستندا إلى مواقف عربية خليجية تحديدا حيال ذلك؟ وما خيارات المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في المرحلة المقبلة؟ فلسطين والمقاومة في عهد ترامب هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نستضيف فيها من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور رفاهد الشليمي من الخليل معنا الكاتب والباحثة السياسية سيد نزار بنات وهنا في الستوديو معنا مدير مركز الأبحاث باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية الدكتور يوسف نصر الله أهلا بكم ضيوفنا جميعا أبدأ معك دكتور يوسف كثيرون اعتبروا أن ما بعد قمة الرياض ليس كما قبلها على صعيد المنطقة ككل وبشكل خاص على صعيد عملية ما يسمى بعملية السلام أو المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمقاومة إيران وحلفائها ومحور المقاومة ما خلاصة ما يمكن أن نخرج به من هذه الزيارة لترامب على صعيد المفاوضات تحديدا خليني بالبداية انتهز هذه الفرصة لتوجه أو أدم أسماء آيات التبريك والمعايدة لعموم المشاهدين ولقناة الميادين الموقرة إدارة وعملين لمناسبة ذكرى النصر والتحرير هذا اليوم الذي شكل أو دشن عصر الفتوحات وعصر الانتسارات وقوض عصر الهزائم والانكسارات وخطأ الخطوة الأولى في اتجاه المسار الفعلي لتحرير فلسطين من حيث أنه كشف لنا بالتكافل والتضامن مع ما حصل بالألفين وستة أنه نحكي عن فلسطين هلأ كشف لنا حدود قوة إسرائيل وجعل هذه الدولة مشروعا أمريكيا خارج الخدمة لم تعد إسرائيل لم تعد إسرائيل العصر الغليظة التي تناط بها مهمة تأديب الشعوب وتأديب المجتمعات الخارجة على الإرادة الأمريكية والمشيئة الأمريكية نسأل الله أن يعيد هذا اليوم علينا جميعا بالعزة والكبرياء والعظمة والاقتدار ومراكمة أسباب القوة على كلين قبل ما نفوض بموضوع مواقف ترامب نحن نفهم الخلفية الموجهة للعقل الاستراتيجي الأمريكي لحتى نشوف الترجمات الليلة بإيجاز نعم إذا ما نتلمس أبرز مواقف ومعالم وملامح السياسة الأمريكية الخارجية كما بدأت تتظهر نلحظ أن ترامب يتبنى مجموعة من المواقف حول كثير من القضايا الإقليمية والدولية العالقة والشائكة على خلفية إعطاء الأولوية لمصالح بلاده الحيوية المصالح الاقتصادية بنحو خاص هو رجل أعمال في نهاية المطار تماما ما يعني الالتزام بمصالح الولايات المتحدة كمحرد وكمحرك أساسي للسياسة الخارجية أمريكا ليست معنية بأن تتحمل عبئ الدفاع وعبئ حماية أي دولة من الدول من دون مقابل لا سيما وأن الاقتصاد الأمريكي يترنح تحت أزمات مالية كبرى وأن الديون الأمريكية مرشحة للارتفاع هذه الخلفية نحن سبتها الخلفية الثانية هي تأمين استمرار الجيو بوليتيك الضامن للمصالح الحيوية الأمريكية في العالم سياسيا وعسكريا وإجهاب أو السعي إلى إجهاب أي تشكل محتمل لقوى عالمية من شأن أن تتهدد مستقبل الزعامة الأمريكية في العالم ولكن بأقل قدر ممكن من خسائر ومن دون تورط عسكري مباشر وكبير إن أمكان من هذه اللائحة أو هذه اللاوحة القائمة إذا بدك تتناسى الجملة من العنوين أسئل لهويجس عند الأمريكا قبل ما فوت للمنطقة كيف التعامل مع حروب من طبيعة مختلفة يعني تتعدد فيها اللاعبين وتتداخل المصالح كالحرب السورية مثلا أو الحرب العراقية كيف السبيل إلى التعامل مع الحرب المفترضة على الإرهاب كيف السبيل إلى احتواء الدور الأمريكي المتعظم في المنطقة والعالم وكيف السبيل لتقليص النفوذ الإيراني المتعظم في المنطقة وكيف السبيل إلى مواجهة التحدي الصيني الممتد عالميا انطلاقا من هذه الخلفية الموجهة للعقل الاستراتيجي الأمريكي إذا ما ننفوت على المنطقة فينا نفهم أن ترامب يسعى إلى تقييد سياسة الولايات المتحدة أو علاقة الولايات المتحدة بالمنطقة والتركيز على العلاقة المربحة مع إسرائيل ومع المنظومة الخليجية وعلى رأسها السعودي بوصفها تمثل أصولا استراتيجية للولايات المتحدة من هنا كان اختيار أول مخطات الخارجية للسعودية وإسرائيل لهذه الغاية كانت زحمة القمم التي رأيناها من كاميون خليجية لسعود الأمريكية وكانت باكورة زياراته الخارجية إلى كل من الرياض وتل أبيب لتحقيق إنجازين متلازمين بالمقدور تسيل داخليا للتأثير على الرأي العام الأمريكي قبل أي شيء آخر يعني ما يهم ترامب في هذه المرحلة هو تحقيق إنجاز من شأنه أن يؤثر على المزاج الأمريكي في مواجهة خصوم الداخل الذين يواصلون العمل على إسقاطه سياسيا ومعنويا هذه من جهة من جهتين يتصليب إدارته التي تعاني والتي تعيش الآن حالات من الإرباك وحالات من الضعف وحالات من التصدع وعدم الاستقرار وبالطريق تسمر هذه القمم تحشيدا في مواجهة إيران وطمأنة للحلفاء وإرضاءا للخليجي وتحديدا للسعودي وبعث رسائل في كل اتجاه ألا شو هنهو الغرضين بإيجاز الغرض الأول هو العودة بصفقات مالية مربحة تحقق هذا هذا تحقق فينا نقوله أكيد مثل ما تفضلت قبل شوي أنا بلشت بالحديث إيلد أنه هذا بتعتبره واشنطن حقوق مكتسبة وحقوق مشروعة لإله نتيجة المدخل اللي بلشنا فيه ترامب استطاع الحصول على أكبر صفقة في التاريخ بين دولتين يعني الرأم المعلن هو 480 مليار دولار غير الهدايا ومشاكل وهذا أكثر ما يهم الأمريكي الآن الذي يتطلع إلى تطوير اقتصاده وخلق فرص عمل لشبابه تطوير أو إحداث تحول نوعي في البناء الاقتصادي اللي إله إلى جانب هذا الهدف لهو إبرام صفقات مالية ضخمة في هدف تاني هو تهيئة الأرضية لموضعة جديدة إسرائيلية عربية من شأن موازنة الدور الإيراني من جهة ومن شأن الدفع باتجاه وضع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على سكة الحل ترامب يرى أن هذه اللحظة الإقليمية هي لحظة مؤاتية وهي لحظة نادرة لإنجاز اتفاق هو من أصعب الاتفاق على الإطلاق يعني ما راح يسحلوا ظرف أفضل من هذا الظرف الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين مئة بالمئة علما أنه كان في الكثير من المجاملات ومن الثناء ومن الكلام يعني إيجابي ولكنه غير قابل للصرف أو للتطبيق فيما يتعلق بأي اتفاق محتمل بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى يعني شكل الدولة لم يعلن عنه تحدث تارة عن الدولة الواحدة وتارة عن الدولتين كان في عدم وضوح تام فيما أعلنه بخصوص أي اتفاق اليوم قبل قليل القناة العاشرة تقول أنه الأمريكيين طلبوا يعني أن يتم استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال شهر في واشنطن لا ندري إن كان هذا سيحصل أم لا اسمح لي هنا أن أنتقل إلى دكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للسلام والأمن دكتور فهد كان لافتا في الواقع ما قاله ترامب أنه جاء إلى فلسطين بانطباعات إيجابية وبمشاعر طيبة من السعودية حول القضية الفلسطينية ومشاعر طيبة من السعودية تجاه إسرائيل تحديدا تحدث عن اختلاف المشاعر التي كانت في السابق كليا بطريقة إيجابية ناحية إسرائيل تسمح لي أن نتابع ما قاله ترامب ثم تجيب لو سمحت ليجهز الكليب الخاص بترامب أليس غريبا هذه الرسالة التي يحملها التي حملها الرئيس الأمريكي دكتور فهد من دولة خليجية كبرى يفترض هي السعودية من دولة خليجية تعتبر نفسها أنها المتحدث تقريبا بلسان كل دول الخليج أو معظم دول الخليج بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابي الطيبين نهنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك وإن شاء الله نتمنى أن يكون شهرا يعمل السلام والأمن فيه والهداية للبعض في كثير كثيرون يحتاجون إلى الهداية يا دكتور لينا خليني أكمل سفضل أنت تحدثت الله يسلم زيارة الرئيس ترامب زيارة تاريخية بصراحة قد يحاول بعض يقول فيها ما يقول ولكن هذه زيارة تاريخية هذا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة موجودة على سطح الكرة الأرضية ويبدأ زيارتها تاريخية للمملكة العربية السعودية وليقليم الخليج ودائما الرئيس الأمريكي يبدأ زيارتها في الدول المجاورة أو في الدول التي تشكل محور الاهتمام زيارات الرؤساء كانت تتراوح ما بين المكسيك كندا وزيارة وحدة كانت في بروكسل عشان حلف الأطلسي لكن هذه الزيارة نعتبرها زيارة مهمة السبب الثاني أن في هذه الزيارة وفي الاجتماع الذي تم القمة الإسلامية الأمريكية كل الرؤساء العرب تحدثوا وذكروا القضية الفلسطينية وذكروا أنها محور الصراع وأنها محور الحل وهذه أيضا فرصة أن نبين وجهات النظر أمام 52 دولة أو 53 دولة إسلامية بوجود الرئيس الأمريكي وبالطلاع العالم ككل النقطة الثالثة مكافحة الإرهاب هذه أيضا فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية بالذات أن تحدد موقفها من الإرهاب للعالم لكي يرى العالم من هو الإرهابي ومن هو قير الإرهابي افتتاح مركز اعتدال وهو اللي منع التطرف والحماية الألكترونية من الفكر المتطرف السعودية والتحالف ساهموا فيه تشكيل قوة 34 ألف عسكري من القوات الخاصة من 50 دولة هذا أيضا إنجاز نريد أن نوجه رسالة للعالم أن العرب ليسوا الإرهاب أن المسلمين ليسوا الإرهابيين وأن من يدعم الإرهاب هو جهات أخرى تتدثر برداء الإسلام وتقوم بأفعال الحقيقة نحن ننكرها ونحن نضدها هذه كانت الرسائل أيضا من ضمن الرسائل البعد التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية وليست إنها دولة فقط لديها النفط فهو الرجل شاف على حقيقته أما كلام الحملات الانتخابية فدائما كل المرشحين سواء عندنا في الكويت أو في لبنان أو في أي مكان كلام المرشحين يكون مبالغ فيه للكسب الجماهيري دائما النقطة الرابعة وي لا دول الخليج طرحت مبادرة السلام العربية في قمة شرم الشيخ المملكة العربية السعودية طرحتها ووضعتها كخيار لكي لا يقول العالم الله لا يجد لديكم خيار نعم بالألفين واثنين قمة اللي طرعوا في قمة السلام في بيروت نعم فبالتالي هذه أحد المبادرات اللي مطروحة على الطاولة الآن نحن نقدم كل ما في الجهد هي المبادرة نفسها اللي قال يومها شارون أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه وما هتم العرب يومها لهذه الإهانة الكبيرة من نتنياهو وما زال العرب يراهنون للأسف يا دكتور فهد على إمكانية أن تقوم إسرائيل بخطوات سلام تجاه العرب خليني أكمل حضرتك أيضا هذه المبادرات السياسية مهما يتحدث السياسيين أو مهما يقولون لا تسوى الحبر نحن قلنا كلام طبعا أسوأ من هذا الكلام في بعض لكن نحن يجب أن نكون براغماتيك عمليين هناك رئيس جديد وهناك فكرة جديدة وهناك دعوة جديدة الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس كان موجود والتقى أيضا الرئيس في بيت لحم وبالتالي هذه من الفرص التي على الأقل نعمل داميج كنترول نعلم أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هو دعم إسرائيل معروفة هذه ما هي سر ولكن خلينا نوجد سبل ونوجد أصدقاء آخرين ونوجد محاور أخرى لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية سياسيا أو اقتصاديا أو حتى إعلاميا لما يتحدث أربع رؤساء أمام 500 صحفي وتنقل وكالات الأنباء بما فيها الإنجليزية والعربية والصينية والماليزية كلمة الملك سلمان أو الملك عبدالله أو السيسي أو أي شخص آخر من الرؤساء ونتحدث عن فلسطين هذا كل دعم أيضا للأخوة في فلسطين والفلسطينيين موافقين إذن لماذا نزايد على القضية الفلسطينية لماذا دائما نكابر ولا نريد أن يكون الحل الحقيقة موجود لا هو الكل يريد حل طبعا هو الكل يريد حل القضية الفلسطينية ولكن أن يقول ترامب أنني أعود أو آتي إلى فلسطين بمشاعر طيبة من السعودية من دول الاعتدال السني من الدول المعتدلة تجاه إسرائيل فهذا هو التحول الجذري لا تستطيع أن تسمي ذلك سياسة براغماتية هل صدر هذا من السعودية بشكل رسمي هذا ما نقله ترامب اللي تتطيقون فيه مش تتطيقون بترامب وبكل نفس يتنفس ومفروض هل أحد قال نحن نثق بترامب أنتم اللي قلتوا نثق ببوتن أنتم اللي عبدتوا بوتن نحن ترامب في مصالح مشتركة انتقلنا إلى موضوع آخر انتقلنا الآن إلى موضوع آخر 1.7 تريليون دولار هي موجودة استثمارات مصرحتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تتوافق مصالحهم وليست مع بعض الدول التي تقتل المواطنين لنتابع ما قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه النقطة تحديدا عندما أتى من السعودية قادما إلى فلسطين المحتلة جئنا من السعودية وهم استقبلون بشكل جيد وعبر الملك سلمان عن مشاعره الجيدة تجاه إسرائيل وأستطيع أن أخبركم أن هذا الشيء كان خارج متناول اليد الموقف من إيران أوجد قواسم مشتركة بين دول عربية وشرق أوسطية وإسرائيل وهم اتجهوا نحو إسرائيل وهذه بعض الفوائد لمعادات إيران ووجدت مشاعر مختلفة تجاه إسرائيل من دول كانت لا تحمل مشاعر طيبة لها منذ وقت غير طويل من هذه النقطة تحديدا أنتقل إلى سيد نزار بنات إلى أي مدى سيد نزار شعر الفلسطينيون بالقلق وهذا ما تحدثت عنه الكثير من الصحف والتقارير في الواقع الضغط الواقع على السلطة الفلسطينية على الرئيس محمود عباس على الفلسطينيين ككل أن يكون هناك تغيير جذري تقريبا في المواقف العربية الخليجية توجه القضية الفلسطينية أن يتم الحديث عن إمكانية تطبيع علاقات مع إسرائيل قبل الدخول في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية بالنسبة لكم هل هذا هو تغيير جذري بالفعل ويستحق التوقف عنده مساء الخير لكم ولكل الشرفاء في هذا الوطن العربي أستهل كلامي بالمباركة للشعب اللبناني بمناسبة ذكرى تحريره لعل البعض يأخذ العبر كيف تصمد الشعوب وتصبر وتصابر وكيف صمدت المقاومة اللبنانية بإمكانيات بسيطة فاعتمدت على عمقها العربي الشريف وعلى عمقها الإسلامي الشريف وتحررت وأزف للأمة خبر دخول أسرانا في اليوم الأربعين للإضراب على مشارف شهر رمضان ونسأل الله أن يكون هذا الشهر المرتبط أصلا بالجوع كفضيلة دينية أن يذكر الناس أن هناك شعب مسلم له أسرى مضربون عن الطعام وله أمة تتآمر عليه وأقول في مستهل شهر رمضان الفضيل اللهم اجعلنا من العصات الفسق عن أمر ملوكنا لأنهم ما دخلوا قرية إلا أفسدوها يعني الفلسطينيون غير متفاجهون يعني هم يعرفون أصلا يعني بحكم ثمانين سنة من الاحتلال ومن تقلبات الساسة الإسرائيليين وتقلبات الساسة الأمريكيين وتقلبات الساسة العرب يعرفون أنه لا فائدة ترجى من السياق السياسة العام يعرفون أنه لا رهان على المجتمع الدولي لأنه إسرائيل أنشئت بقرار مجتمع دولي العراق دمرت بقرار مجتمع دولي بناء على كذبة عرضها كوليم باول في الأمم المتحدة تتعلق بأسلحة محرمة لدى صدام حسين يعني الفلسطيني إلى حد كبير محبط من التعاطي حتى مع هذه الأحداث السياسية لأنه مل ولأنه يعرف المعادلة جيدا ولأنه أذكى من أن تمرر عليه هذه المهرجانيات الكاذبة لا أعرف كيف سيستقبل الفلسطيني مثلا عبارة تسويقية أنه والله هذه فرصة لأن نبين القضية الفلسطينية أمام ترامب يعني ترامب ليس ملكا وهو رئيس يأتي على دولة تقودها مؤسسات لها استراتيجيات تتحكم بمعظم العالم أن نقنع ترامب باعتباره ملك أو رئيس قبيلة أو مختار يلا يا شيخ خذ قبيلتك وخذ الموقف الفلاني هذا كلام يعني ما بيمشي في السياسة لكم 80 سنة الأم العربية احكوها بالعربي زي ما حكيها ترامب ترامب عبر بصدق عن الموقف العربي الخليجي وغير الخليجي لأن هناك دول أخرى يعني غير الخليج تتواطع على هذا الأمر القدس لا تعنينا فلسطين لا تعنينا إليك يا فلسطيني شوية فلوس خدها وأسكت غير هيك ما بطلع لك هذا هو الموقف العربي قبل أن يكون الموقف الأمريكي وإلا فبماذا تفسرون أن دول قادرة علشان حروب وتجيش واستئجار جيوش يعني خذوا مقدار ما تبرعت به لدعم الشعب الفلسطيني لم تتبرع لدعمه عسكريا هي تبرعت لدفع الدية عن إسرائيل لتطيب بعض جراحاته بمشاريع عادة إعمار وعلاج وغير ذلك ومشكور طبعا كل مواطن عربي وسعودي وغيره تبرع من ماله الخاص ويعني الموضوع أيضا مركز إلكتروني أو استراتيجية لمحاربة الفكر المتطرف إلكترونيا حين جاء ترامب من الرياض المباركة إلى القدس التي بارك الله حولها ما الذي حصل؟ انفلت المستوطنون من عقالهم وسائل الاتصال الإلكتروني تمتلئ ليلة نهار بعبارات التحريض الطائف القمي الشيعة يسبون عائشة طيب اتفضل إن بارح سبوا سيدنا محمد المستوطنين ورسموا صور خنزير له ماذا فعل محاربو التطرف الإلكتروني أو ماذا سيفعلون؟ وهم يعرفون أن هذا السلوك لدى المستوطنين مستمر منذ سنوات أنت تعرف ربما يا سيد نزارو العرب ليسوا رهابا والإسلام ولكن أنت تعرف ربما هذا المركز الذي أنشئ له هدف وله جهات محددة لا أعتقد أن إسرائيل من ضمنها سنتابع الحوار بعد الفاصل لدينا موجز للأنباء ثم نتابع مشاهدين أبقوا معنا وضيوفنا الكرام فلسطين والمقاومة في عهد ترامب هو عنوان ندوتنا لهذه الليلة نرحب بكم مجددا مشاهدين ونرحب بضيوفنا دكتور يوسف نصر الله هنا في الستوديو دكتور فهد الشليمي من الكويت وسيد نزار بنات من الخليل دكتور يوسف استمعت لما قاله ضيفانا من الخليل ومن الكويت دكتور فهد يقول أن فلسطين من المحطات المهمة كانت في قمة الرياض أو في مواقف وتصريحات ترامب والقادة العرب يعني مش مرور الكرام مر عليها هل تعتقد أنه في باله يعني فلسطين في بال ترامب عملية السلام أو المفاوضات بشكل جدي وأصلا هل بلورت الإدارة الأمريكية رؤيتها لموضوع شائك كالصراع الفلسطيني الإسرائيلي أبدا أنا بقول شغلي بس أو خليني ضوي على شغلتين شغلي الأولى أنه الرؤية الأمريكية لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على ما تبدى بقمة الرياض تمثل على ما يبدو بمسارين مسار تكفل به إعلان الرياض لما أسقط صفة العداء عن إسرائيل ولما وصم حركات المقاومة بالجماعات الإرهابية وبالمنظمات الإرهابية ولما بالغ في تظهير العداء لإيران وحملها كامل المسؤولية عن كل الأزمات التي تحدث في المنطقة مصار التاني يبدو أنه كيف أسقط صفة العداء عن إسرائيل؟ بالإعلان لما بقول أنا حاضر إلى الزهاب بعيدا في الانخراط بعملية تفاوضية تطبع مع العدو الإسرائيلي هذا بيكون أسقط عنه صفة العداء وهذا ما استنادا إلى مبادرة بيروت بمعزل عن لأن مبادرة بيروت فضلت أنه الإسرائيلي لم يلتفت لإله أنا اللي بدي أقول لك ليش بس أنا اللي بدي أقوله أنه ترامب لما حمل رسائل عربية إسلامية إلى نتنياهو إلى القادة الإسرائيليين بأن الرسميات العربية والمشيخات والإمارات والممالك حاضرة للزهاب بعيدا أو للمضي بعيدا في عملية طبيع علني مع الإسرائيلي هلأ ليش طبيع العلني؟ لأنه ترامب يدرك تماما أن وضع التسوية أو مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على سكة الحل لن يستقيم أبدا من دون أن يدخل السعودي في عملية أو في حقبة التطبيع العلني مع الإسرائيل عشان هيك يمكن دشن الطائرة طائرة ترامب أول رحلة جوية رسمية بين الرياضة والأبيب وعشان هيك أراد ترامب أن يجرع المملكة جرعات دعم معنوي كبيرة عندما خصص أو تقصد أن تكون أول زيارة خارجية له للمملكة وأن يخاطب قادة العالمين العربي والإسلامي المحتشدين على أرض المملكة لتكريز زعامتها وللإيحاء بأنها تشغل المركز المحور في العالم العربي والإسلامي في مواجهة محورية مصر وتركيا هل كان هذا فعلا من أهدافه أم فقط كان موضوع المال أكثر ما يشغل بالترامب وهو ما تفضل به وحصل عليه المال والشرعية ما يمكن أن تطفيه المملكة من شرعية لحملية حل إسرائيلي فلسطيني لا يمكن أن يكون هناك حل لهذه الأزمة من دون غطاء شرعي ممكن أن تغفره المملكة جرعات تلقفت السعودية سريعا شعرت أن شيء من التوازن المفقوط قد عادت إليه أن استعادته شعرت أن موقعها كقائد وهذا كان مقصود للمنظومة الخليجية قد عاد كقائد للمنظومة الخليجية وأنها كقائد للإسلام السني في العالم عاد هذا الموقع لا إله بل أخذ بها الأمر بعيدا يعني الأوهام والأحلام سيطرت عليها فكان الرهان المستجد على نقل المعركة إلى الداخل الإيراني على ما ورد على لسان ولي ولي العهد السعود 100% تماما الآن أنا اللي بدي أقوله بموضوع الحل الأمريكي أو الرؤية الأمريكية للحل الفلسطيني الإسرائيلي الإشارة الوحيدة التي وردت والتي أشارها إلى الدكتور الإشارة الوحيدة الإيجابية أنه استقبل محمود عباس لقاء الفاتحين في البيت الأبيض أو التقافي بيت لحم كمؤشر على الموقف الأمريكي المضمر حيال القبول بدولة فلسطينية ليس إلا أما هذا الأمر هذا القبول هو خاضع إلى دفتر شروط إسرائيلي الإسرائيلي لن يقبل في المستقبل الإنخراط في مفاوضات مع الجانب الفلسطيني من دون التمسك بحدود دفاعية ما يعني عدم الآخر بالأراء التي تتحدث عن تراجع القيمة الاستراتيجية للأرض وعدم القبول بأن تتحدد حدود إسرائيل المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا على ما يصوق له الأمريكي هو عاد وكرر بكل الأحوال يعني بكل صراحة نتنياو قال أحد شروطنا أن هو الاعتراف بالدولة اليهودية لنمضي بأي تغييرات أو محادثات أو غيره دكتور فهد يعني صدر الكثير في الواقع من التحليلات على لسان إسرائيليين ومحللين وكتاب إسرائيليين وفي الصحافة الإسرائيلية من ضمنها مثلا أن ترامب قال لعباس إذا وضعتم شروطا على المبادرة السياسية التي نبلورها لاستئناف المفاوضات فسندعم عملية إقليمية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية من دون حل القضية الفلسطينية يعني التطبيع مع العرب أولا ثم القضية الفلسطينية هل باتت دول الخليج بشكل خاص وبعض الدول العربية مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى للاعتراف بإسرائيل وحقها بالوجود كخطوة أولى ومن ثم التطبيع والتطبيع العلاقات قبل أي حل عادل وعملي للقضية الفلسطينية قبل لا أجاوبك أبي أرد على الجماعة ما أنا أعرف ليش أنتوا دائما عندكم مشكلة مع الدول الخليج وعندكم مشكلة مع صاحب القطرة والعقال لا أبدا غفوا ليش معنا أخوانكم دكتور فهد أنتم أخواننا وأخبائنا هذا شخصنا للأمور بالكويت أهلنا وأحبائنا أبدا وعشنا بالخليج وأكلنا من رزق الخليج هذا خطأ لا يمكن تمريره دكتور فهد أنت خطأ خليني أكمل أنا ما كملت لا يجوز أن تسلحين للضيوف من دون صراخ ولم أتحدث كلمتين تقاطعيني من دون صراخ ما عنا مشكلة لا مع حطة وعقال ولا مع خليجي تفضل خلاص خلاص تنت أوقف عشان نتحدث ما يجوز تقاطعون هذه الإمارات والمشايخ هي من ظهرت منها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ظهرت من الكويت هذه الإمارات والمشايخ هي من دعمت معسكرات اللاجئين كلها وصدافت في الكويت عندنا 450 ألف فلسطيني التعليم مجانا والتدريس مجانا والعلاج مجانا ووظائف متوفرة الفلسطينيين وأعطيش موقف قال لي السفير الفلسطيني في السعودية الأخ الصديق باسم اللاغة اسألوا السفير هذا هو اللي قال لي بعظمة لسانة في مؤتمر في الجزائر كان الملك سلمان حاضر وكان أمير فأتاه سفير فلسطين في الجزائر فقال لي أنا سفير فلسطين في الجزائر إيش رد عليه الملك سلمان أنا ذاك لما كان أمير قال لي سلمان بن عبد العزيز سفير فلسطين في السعودية مش قتلوهم في مخيمات اللاجئين ولا عملوهم ولا حيدوهم مواقف دول مجلس التعاون الخليجي مع الفلسطينيين لا نود أن نذكرها النقطة الأخرى الأخ نزار أنت أحد كتاب قناة الميادين مش أنت أحد كتاب قناة الميادين وكتبت مقالات فيها خليني أستعير لك مقال مش أنت اللي قايل ليست العبقرية في إبداء الإجابات فقط بل في استدعاء السؤال المناسب أنت شو بدك تعمل للقضية الفلسطينية أنت شو عملت القضيتك الفلسطينية من تقاعد في الخليل شو عملت ولا بس الشعارات الثورية واتهام الآخرين نحن لنا خمسين كويت يستشهدوا بسينا عشان عيون فلسطين نحن عندنا ناس دخلوا المنظمات الفدائية الفلسطينية شو عملت أنت رحت العمل الفدائي الفلسطيني صحيح السعودية من 1948 48 خاشة في حروب ثلاث حروب يا نزار علشان عيون فلسطين لا يجوز هذا الكلام وأما بالنسبة للحلول السياسية فالحلول السياسية تضر كل الأبواب رؤسائك في فلسطين جلسوا مع الإسرائيليين وقدامهم بارتقال وبسكويت وبيتكلموا معهم وبيتسموا معهم نحن ندعم فلسطين سياسيا وقتصاديا خلي رد لو سامحت ما جاوبت على السؤال أول شيء خليه جاوب على السؤال الساعتين الحطة والإعقال الكوفية والإعقال تفضل سيد نزار يا سيدي كلهم كلهم اتباع من جزيرة العربية نعم مع مين الكلام يا سيد لينا أنا مش عارف يعني هو دوره ولا دوري الآن تفضل سيد نزار أول شيء يعني الحطة والإعقال الكوفية والإعقال هي يعني رمض للشعب الفلسطيني يعني ونحن لسنا يعني مصابين بعقدة من أحد المصابون بالعقد يعني هم الدول التي عادت كل شيء دول لها مشاكل مع مصر أيام عبد الناصر وما بعد عبد الناصر دول لها مشاكل مع أعداء إسرائيل في لبنان خلينا هنا ببرنامج مع أعداء إسرائيل في سوريا ومع إيران يعني هذا كلام أول شيء مردود عليك ثانيا يعني على الأقل أنا صامد على أرضي صامد على وطني أمر يوميا بحواجز إسرائيلية ولم أغادر على التو مستأجرا قوة بمالي لتحررني أبو البندغية حملت بندغية حاربت يا أبو أبو الأرض حاول ما تسأله شو قدمت لأنه لأنه كمان هذا مش موطن استعراض أنا اللي عارف دول الخليج استضافة الفلسطيني لأنه كان مجرد وفين متعلم عملاق لم يكن أقول لك أحمد الشقيري أحمد الشقيري مثل السعودية في الأمم المتحدة لأنه كانت فلسطين قبل النكبة أبناءها يحصلين الدكتوراه قبل أن يبنى المدارس الابتدائية في السعودية بالنسبة لموضوع الشهداء العرب والخليجيين على رأسي يا سيد العزيز وبذات الأمير الكبير أحمد الصباح ولكن هل تجرؤون على تكوار هذا النموذج أنتم لا تجرؤون أحمد الصباح حي لدى الفلسطينيين وميت في ذاكرتكم هذا كمان مسألة أسأل سفراء السوريين بأسأل سفراء يشكل خطرا لأنهم مصابون بالعقد وتعرف دور الدعم سيد نزار ودكتور فهد كان فيه سؤال وصار فيه رد أنت لم تقدم حلا دكتور فهد دمون محور الحلقة لو سمحت أنا قدمت لك حل أنت بس تنتقد سيد نزار سيد نزار أنت أجبت على بعض الأسئلة التي طرحها دكتور فهد دكتور فهد لا تحرف الحلقة يا دكتور فهد لو سمحت فقط أجبني لا يعني الواحد لجب أن يكون حقاني ولكن الوقت يضيع جاوبني لو سمحت عن السؤال فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هل باتت الدول العربية والدول الخليجية تحديدا مستعدة اليوم للاعتراف بإسرائيل وحقها بالوجود كخطوة تمهيدية للتطبيع معها حسب ما فهمناه من ترامب على الأقل يلا 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 نعم نعم لن يكون هناك تطبيع أنا أعيدش إلى كلام أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد قال لو طبعت كل الدول العربية فإن دولة الكويت سوف تكون آخر دولة لا يمكن أن نطبع مع الكيان الصهيوني بدون الحقيقة ما يتم اتفاق كامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وبموافقة الفلسطينيين أنفسهم حتى لو أزبرتكم السعودية لا أحد يجبر أحد حتى السعودية ما راح تطبع لا أحد يجبر أحد رغم اثنين يا ست اللي طبع مع إسرائيل مشحنة سمعت عن فضيحة ووترغيت كانت الأسلحة بتطلع من تل أبيب إلى معازيبكم الإيرانيين هذه وثائق موجودة فضائح الووترغيت أسلحة أمريكية تنزل في إسرائيل وتنقلها طيران ميدلند وتنزل في طهران والوثائق موجودة والتاريخ موجود أنتم منطبعة مع إسرائيل حينما أخذنا سلاح إسرائيلي نقاتل فيها العراقيين أولا لا تخاطبنا بأنتم دكتور فهد لا تخاطبنا بأنتم من أنتم ومن نحن هذه أولا ثانيا نحن لسنا محاسيب أحد ولا تشخصن الأمور نحن هنا لمناقشة محاور معينة بنقاط محددة لو سمحت وثالثا انتهى وقتك للأسف وأنا لا أريد أن أضيع الوقت بردود وبما يشبه المهاترات دكتور فهد خلينا قاقة نستفيد أنت اللي تهاترين مش أنا نعم أمسكي لسانك وحترمي نفسك لو سمحت لا تقولي مهاترات واسحب الكلام لو سمحت أنا ابقى في حدود اللياقة ابقى في حدود اللياقة دكتور فهد أنت دكتور أنت دكتور ولا لياقة ولا شيء أنا أعرف حدودي وأعرف كلام اللي يتحدث عني عظيم أنت متعودة تهينين الضيوف لا تسمح لك باللهانة نعم لا تشخص بالأمور ولا تتكلمين تجاوز حدودك تجاوز حدودك أنت اللي تجاوز وهذا لا يلي قلابك ولا بمشاهدين ميادين لو سمحت وإذا مش عاجبك لو سمحت رأيي وبالتالي أنت تلتزمين تسأليني السؤال ولا تعلقين نعم أنا أسأل السؤال إذا كنت مستعد للحديث بلايقة يا دكتور استمر معنا إذا كنت تريد التجاوز إذا كنت تريد التجاوز مش هذا هو المنبر مش هذا هو المنبر أنت اللي تقولينها نعم هذا كلام شعبوي احترمي نفسك وامسك الجانس نحن موظفين عندكم احترم أيضا أنت نفسك والمشاهدين يا دكتور فهد لو سمحت احترم أيضا نفسك والمشاهدين لا أقبل كلامك لا أقبل كلامك المهاترات عندك سيد دكتور يوسف لا أقبل كلامك سيد نزار سيد نزار استمعت إلى ما قاله سيد فهد أن الخليجيون ليست مستعدون للتطبيع الكويت آخر دولة يمكن أن تطبع وحتى السعودية غير مستعدة للتطبيع لا ندري كيف وين يمكن يصرف هذا الكلام بعد ما قاله الرئيس الأمريكي وبعد ما سمعناه من إعلان الرياض ما هي الأوراق الفلسطينية للخروج من هذا الضغط العربي والأمريكي أول شيء أول ورق الضغط هي أن يسحب الفلسطيني ملفه من الجامعة الدول العربية يعني إذا كنا لا نستطيع أن نفعل شيء فلنترك الأجيال القادمة تفعل لا أن نؤجر أو أن نبيع هذا الملف لتلك الدولة وأن نرضي غرور تلك الدولة لا أنا أعتقد أن الفلسطينيين يملكون أوراق كثيرة بصراحة قياداتنا السياسية على مر سنوات يعني آسف للتعبير عندها نوع من الدلع ما ظلت قولي النصر قرار وليس ظروف ذاتية وموضوعية فقط غير ننتصر غير نمورسة عليه أساليب جهنمية وانتصر إحنا يبدو عنا قيادة سياسية وأغلبها علاقته حسن بالخليج وهذا يثير مليون على متى استفهام حذرنا منذ السبعينات منذ عام 1974 كان في مفكرين استراتيجيين لحركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد كمال عدوان كتب في هذا السيناريو وغيره كتبوا قالوا يا فلسطيني إذا ذهبت إلى تسوية فسيتم جعلك مداس لدول عربية تريد إعلان زواجها العرفي بإسرائيل نعم يعني على بلاطة الفلسطيني قدم نفسه مداس وتعود على حماية أوهام وأنا هنا لا أعني طرفا بعيني لأنه للأسف يبدو صار عندنا لوثة أنه صار عندنا الفلسطينيين مقتنعين أنه بس هذا المجال اللي بننور فيه لا النصر قرار وليس فقط انتظار المخلص نحن نملك يعني قدرة حدث الآن المنطقة منهارة المنطقة تتجاذبها يعني تيارات ولا يوجد مشروع عربي يلعب بتوازن هذه خطورة ما يحدث الآن للقضية الفلسطينية أيام المرحوم عبد الناصر كان في صراع روسي أمريكي عبد الناصر عمل حلف عدم الإنحياز ما حسب نفسه على هذه الجهة أو تلك الجهة بالعكس يعني لعب بتوازن دقيق استفادت الأم العربية منه حين عاجزت أمريكا أو حين كشرت أمريكا عن أنيابها تماما ذهب إلى الروس واستفاد من الروس وقد يفزع البعض لحقيقة أن الشهداء الروس على جبهات القتال مع إسرائيل يساوي شهداء عدة دول عربية مجتمعين وهذا يعني شيء مؤسف جدا أن دول عربية ما قدمت شهداء قد أمريكا اللاتينية أو الروس وتحت بند يعني الشهداء تمرر كل الصفقات القذرة في المنطقة يا سيدتي وأنا هون للأخ فادي شليمي أنا لست مصابا بالعقدة القطرية أنا مؤمن بالقومية العربية إمانا مطلقا مجلة العربي كانت تصدر من الكويت وربيت عليها أجيال ولكن إن جرت الكويت إلى مربع للأسف الشديد هي والعراق لم يخدم إلا آل سعود لكن هناك للأسف يعني حتى نلاحظ في الدفاع عن ما حدث أنه حتى المحللين السياسيين السعوديين يعني يستبطنون خجلا ولا يعني يهاجمون بتلك القصوة أما المتسعودون فهم يعني مشكلة أخرى إذن نحن نستبطن شرا نقول لقيادتنا بكل أطيافة لأنه ممكن بكرة حماس تطلعنا بفيلم نتيجة ما يحصل بين قطر والسعودية أنه والله يعمي الضغوط 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 فبين الروح والوثيقة الأخيرة لحماس كمان مقدم ربما للذهاب إلى عملية تسوية أنا بقول أنه كل هذا السياق يرسم خليجيا أمريكيا إسرائيليا لأسباب أهمها أن السعودية لا تطمئن إلى حلفائها العرب يعني هي تعرف أن حتى حلفائها العرب يدفعونها ربما للهاوية التي يتخلصوا منها لا يوجد دولة خليجية إلا نفسها تخلص من سيطرة آل سعود والحليف المخلص الوحيد في المنطقة للسعودية في معركتها ضد إيران هو إسرائيل لأن إسرائيل لها مصلحة استراتيجية بضرب إيران ومن يواليها أما دول الخليج فقد تبدو بالمظهر العام منسجمة مع السعودية لكن في الواقع غير هيك لماذا؟ قطر لديها حجم تبادل تجاري كبير مع إيران ومستقرة لا تستطيع أن تذهب لحرب الإمارات كذلك طبيعة الجغرافية للسعودية ممكن بالتساحة والمسافات الشاسعة تستطيع أن تحتمل بعض الضربات الصاروخية لكن صاروخ واحد يوصل لدبي أنت بتحكي عن كارثة اقتصادية في بلد أيضا يعتمد على السياحة الكويت تجامل السعودية لأن الكويت اكتوت بنجرارها إلى المربع السعودي كما اكتوى غيرها أما موضوع أنه ما الذي يملك الفلسطيني من أوراق الذي يملك الأوراق ليس منظمة التحرير الذي يملك الأوراق هو ذلك الشاب الذي يذهب ليقاوم بسكين الذي يملك الأوراق هو المرابطون في الأقصى الذي يملك الأوراق هم البواسل الذين يقاومون مشروع الإرهاب التصحر العقلي الذي دمر سوريا الفلسطينيون الذين يقاتلون تلك الميليشيات القدرة في سوريا هم الذين يملكون القرار أما موضوع ترامب اسمحي لأخر كلمة سيدتي كلام ترامب عن القضية الفلسطينية فضل مجالس يعني كلام وانطير الهوى هو يعرف والكل يعرف أنه كلام وانطير الهوى لأنه هو جاي وانا هون اسمحيلي في عبارة أنه كلام المرشحين في الحملة الانتخابية يكون مبالغا فيه لا كلام ترامب واضح أنه مش مبالغ فيه وانا هون أستغرب هالأم العربية اللي اجتمعت في الرياض يعني بتقول لك مش مشكلة هو صحيح والله لعن أبونا وسب علينا ومسح فينا الأرض في حملة الانتخابية بس مش مشكلة لا أزالها ممنح في القمة العربية هذه مصالح يا سيد نزار عبد الله ملك الأردن حين قال النبي الهاشمي ما مرروا لهم إياه يا أخي اتعاملوا كعرب زي ما بتتعاملوا مع ترامب هو حتى كل أعلان الرياض كل أعلان الرياض أعلان الرياض كله يعني صيغ وكتب وأعلن بعد ما خرج كل الرؤسة وانفضت أعمال القمة وهذه سابقة كانت للأسف لدينا فصل آخر ثم نعود لنتابع نناقش يعني وصم المقاومة بالإرهاب وكيف يمكن أن يكون رد حركات المقاومة نتحدث عن حماس عن الجهاد عن المقاومة اللبنانية بعد الفصل أهلا بكم مشاهدين إلى الجزء الأخير من ندوة الأسبوع يجب أن نتوقف في هذا الجزء الأخير على وصف ترامب في الرياض من قلب الرياض لحركة المقاومة حماس وطبعا لحزب الله بأنهما منظمتان إرهابيتان وكيف ساوى بينهما أو وضعهما في سلة واحدة مع داعش والتنظيمات الإرهابية دكتور يوسف قبل أن نتوقف عند هذه النقطة سمح لي أن أمرر سريعا ما قاله الكاتب شالوم ياروشلمي الكاتب الإسرائيلي بعد أن نجح ترامب في تفريغ الخزانة السعودية من مدخراتها من أجل إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة عبر الصفقات السلاح الخيالية تفرغ للحديث عن قضايا يعتبرها ثانوية على رأسها الكلام عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كل ما يعني ترامب هو الحصول على المال السعودي فقط ولا شيء آخر وبالمناسبة كان فيه عدد هائل من المقالات الساخرة من السعودية تحديدا على ما حدث وعلى هذا التملق ما سمعه الإسرائيليون التملق الذي حدث من السعودية لترامب أو من ترامب للسعوديين علما أنه نحن نعرف كيف تعامل ترامب في حملاته الانتخابية مع السعودية تحديدا كيف وصفها بأنها بقرة حلوب ومع المسلمين بشكل عام بعنصرية يعني منقطعة النظير هذا مبرر يبدو عن بعض إخواننا العرب نعود إلى الموضوع المقاومة بشكل خاص كيف يمكن أن يكون أي رد من حركات المقاومة سمعنا مواقف من أمين عام حزب الله وأيضا من حركة حماس هنا توقفت هذا كل شيء دعونا أول شي نقول أنه إذا ما نعاين نحن الحشد الإقليمي الدولي الذي كان في الرياض مؤخرا إذا ما نعاين من الرابح نقول الرابح الأكبر كان فيه رابحين عادة الأمريكي والرابح الأكبر بعد الأمريكي كان الإسرائيلي لأنه هذا الحشد حوّر بوصلة الصراع من تل أبيب إلى طهران ولأن إسرائيل حققت ما كانت تصب إليه وهو توصيف حركات المقاومة بالجماعات الإرهابية من قبل حشد إقليمي دولي كبير بالغ الأهمية على مستوى الإمكانات والقدرات ما يعني تقديم المبررات لإسرائيل أن تقوم في المستقبل بأي حرب يمكن أن تشن سواء اتجاه لبنان أو اتجاه قطاع غزة وبالتالي لا يمكن لأي دولة في المستقبل أن تخرج للمطالبة بإدانة إسرائيل على خلفية شن حرب على لبنان أو على قطاع غزة لأن إسرائيل في هذه الحالة تقوم بمحاربة الإرهاب كما تفعل كل الدول الأخرى وقد أخذت شرعية لهذا الأمر تحصلت على شرعية من خلال هذه التصنيفات وهذه التوصفات الآن هذا المهز لهون أنه قد يتاح لإسرائيل أن تطالب بتشكيل تحالف دولي أو إقليمي لتحقيق هذه الغاية كما يحصل الآن في العراق وفي سوريا لمحاربة على خلفية محاربة النصر أو داعش ردود محور المقاومة أكيد لن يقتصر على الخطابات نحن إلى الآن نعتبر كمحور نرى أنه يعتبر أن هذه القمة لن تخرج عن الإطار التهويل أو الإطار الذي ظاهرة صوتية ظاهرة صوتية تماما الكلام عن سيناريوهات حرب إسرائيلية مفترضة وإن كنا نؤمن أن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة أو إلى سبب لشان حرب عادة هي بتخلق الضرائع وبتخلق الحروب وأن الحرب قد يصار إلى إدراما في لحظة جنون مثل ما صار بالألفين وستة ما يعني أن فرضية الحرب مع الإسرائيل هي فرضية قائمة وماثلة في كل الأوقات وفي كل الزور بمعزل عن القمة وبمعزل عن هذا الحشد إلا أننا بالمعطيات وبالمؤشرات لسنا قلقين من حرب إسرائيلية على لبنان لجملة كبيرة من الأسباب منها ما يسمى بتوازن الرعب والردع الذي ما زال حاكما في المعادلة اللبنانية الإسرائيلية منها انكشاف الجبهة الداخلية الإسرائيلية أمام القوى الصاروخية للمقاومة لمحور المقاومة هذه الجبهة لم تستطع إلى الآن أو هي غير حاضرة إلى الآن لأن تتحمل ما يقارب ألف أو ألف ومئتين صاروخ يوميا مثل ما نقول عادة هنا شوية حريء بالصيف الماضي خلوا إسرائيل تستغيص وتستنجد بعشرات الدول لمساعدتها بعمليات الإطفاء منها حاجة إسرائيل إلى يقين مسبق بالنصر يعني نصر واضح بين نقول إسرائيل لن تقدم على أي حرب جديدة من دون أن يتوافر لديها يقين مسبق بالنصر لكن ليس بالضرورة أن تقوم إسرائيل بالحرب إذا صار هذا الحلف الذي تحدث عنه والكثيرون تحدثوا عنه ما يشبه الحلف بين إسرائيل وبعض الدول العربية هذا الحلف هو حلف مثل ما سميتي ظاهرة صوتية لكن في تقارب وفي لقاءات وفي تنسيب وفي اتصالات المآزم التي يعاني منها السعودي في اليمن وفي العراق وفي سوريا كافية لأن تجعله غارق في أزماته الداخلية والخارجية لا يستطيع شيء طيب دكتور فهد على ما هديت دكتور فهد هدأت قليلا أنت هدأتي أنا هادئة ولكن حضرتك تحب الصراح أنا كمان هادئة أنا كمان هادئة وأنت تحبين الاستفزاز الاستفزاز مش مشكلة ولكن نبقى فقط في حدود اللياقة لو سمحت كل الكل للكل للكل طيب على ما تراهن الدول العربية وأعود وأقول المنظومة الخليجية أو دول الخليج أو معظم دول الخليج في أي حلف يمكن أن ينشأ أو في يعني هذا التقارب الذي يحكى عنه بين إسرائيل وبعض الدول العربية على رأسها السعودية هل تراهن على يعني حصر أو يعني تضييق على حركات المقاومة أكثر فأكثر على تشويه سمعة على حرب من أي نوع بعد ما فشلت كل المحاولات في السابق منذ عشرين سنة منذ قمة شرم الشيخ ولغاية الآن تمام أنا بس أتحفظ على كلام على بعض كلام الأخ نزار لما قال آل سعود وآل سعود يا أخ نزار المملكة العربية السعودية وقيادتها هي من جمعت الأخوة في فلسطين حماس وفلسطين في مكة لمحاولة رأب الصدع الفلسطيني المملكة العربية السعودية وأنا يجب أن أدافع عن المملكة العربية السعودية أنا عضو في مجلس التعاون الخليجي وأمثل السعودية السعودية ليست قائبة في نقاشكم هذا فلا يجوز الحقيقة ومفرداتك التي تستخدمها ترى مرت عليها منذ 1969 أبديت يوردكشنري حدث مصطلحاتك نحن عرب عرب نتحدث بالعربية دكتور يجب الآن البورد اللي عندش انجليزي المصطلحات هذه والعنتريات اللي بنتكلم فيها الآن ما رح تخدم الشعب الفلسطيني ولا رح تخدم المواطن الفلسطيني ولا الأم الفلسطينية ولا اللاجئة الفلسطيني الواقعية هي الآن مطلوبة والتكاتف السياسي مع بعض أما بالنسبة للحركات نعم تشاكين أن حزب الله منظمة أرهابية حزب الله أرهابي أنا أقولكم أنا أثبتلك أن حزب الله أرهابي بنظرك هو حركة تحرر وطني حررت الأرض حررت أرض عربية من إسرائيل لم يفعلها أحد قبله تفضل زين 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 حزب الله أرهابي وديل على ذلك وأنا أكلم وزير الداخلية اللبناني الآن يا وزير الداخلية لبنان هناك مواطنيين إيرانيين وعراقيين يخشون يأخذون جوازات لبنانية ويتواجدون في اليمن لتعليمهم تقنيات الصواريخ هذا من ضرب ضرب إسرائيل ما ضرب إسرائيل يضربون نحن حزب الله يتجسس عندنا في حكم محكمة أن مجموعات من حزب الله هي من تقوم وهي من تقوم بتجسس البحرين تشتكي من حزب الله تعندكم شك أن حزب الله إرهابي حزب الله إرهابي نحن ما لدينا شك أن حزب الله مقاومة هو وحامة قاتل قاتل هو قاتل إسرائيل وصفقنا معه لما قاتل إسرائيل ما صفقتم معه وجدنا أنه قاتلنا ما صفقتم معه قلتم أنه مغامر وفعلا هذه مغامرة لكن بلعناها ووقفنا معاه هذه مغامرة إيش استفادت لبنان ضرب محطة الكهرباء إسرائيل ودمرها إيش استفادت الناس أخذ جنديين وبعدين صار عنا منسوب عالي جدا من الكرامة يا دكتور فهد قضيت الكرامة محفوظة محفوظة كرامتنا اللي عنده نقص بالشعور هو ممكن يتكلم هذا نحن عارفين ماذا نتكلم عنه النقطة الثانية الصفقات التجارية اللي حضرتكم تتكلمون عليها إيران عاملة بستعشر مليار صفقة مع بوينغ حلال إيران تتعامل مع أمريكا وحرام على الدول الخليجة وعلى آخرين لا خلينا نرد نقطة نقطة خلي السيد دكتور يوسف ناصر الله نجيب عن موضوع حزب الله تحديدا ما كملتت يا أستاذ لا أو داعش إرهابية والقاعدة إرهابية ومن يعبر الحدود من حزب الله في تصريح للسيد حسن نصر الله أنا أمس متابع خطابه على يوم المقاومة في تصريح في 2012 يقول لم ندخل سوريا من تحزبك واللي قتل السوريين من داعش مليون نازح من يهربهم بالله خلينا لو سمعت نوت على هذه النقطة دكتور يوسف أول شيء بعيد عن السجال المرري الذي ممكن أن نصل إليه أقول أن حزب الله هو حركة مقاومة تشرف جميع العرب وجميع المسلمين وهذا بإجماع المزاج العربي والمسلم بمعزل عن الحكومات الرسمية المرتبطة بأجندات خارجية تعيش حالة من الاستدباع الزيلي للغرب للأمريكي للإسرائيلي الذي أمعن في قتل الشعوب العربية وفي احتلال الأرض والمقدسات هذه الارتباطات المشبوهة للأنظمة التي تنطق بإسمها جنابك هي التي تهرول إلى التطبيع المجاني مع الإسرائيلي وهي التي تعيش حالة من الدونية وحالة من الانتسار أمام إطرامب وسواء أكتفي بهذا المقدار من الحجار وعدة لقاءات فضل سيد نزار أيضا توجه لك دكتور فهد بأكثر من موقف وسأسألك وبأكثر من ملاحظة وسأختم ربما معك لا أدري إذا كان سيسعفنا الوقت أيضا هناك رأي يقول في مساران لانخيرات الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أولا الضغط على إسرائيل لتجميد الاستيطان وثانيا الضغط على الفلسطينيين لوقف التحريد أو ما تسميه بالتحريد أي المسارين يمكن أن يتبع وإذا عندك أي ملاحظات على دكتور فهد على كلام دكتور فهد لن يتبع أي مصار قل هي البندقية أنت عفوا تفضل سيد نزار تفضل كمل يعني لا هذا المصار ولا ذاك قل هي البندقية وأنت وما لك من كفين أحد هؤلاء يعني حملت البنادق من سيحددون المصار ونعم حزب الله إرهابي ما هو لازم حزب الله قال والله أنا موافق على وجود الاحتلال عشان محطة كهرباء وعيب على هيك شعوب والله إنها تناضل تخسر محطات كهرباء يا سيدتي مصنع الإرهاب التحريضي موجود على الأقمار الصناعية العربية ومنها قناة ياسر الحبيب وسبحان الله بكل هذه القنوات التحريضية لم ينزل عن القمر إلا قناة المنار التي لم تسئ يوما بعبارة طائفية لأحد هذا واحد اثنين يعني بالحديث عن صفقات إيران لا يعني هي إيران تستطيع أن تدافع عن نفسها لكن ما نرى أن الدول تعمل صفقات مقابل فائدة أما هنا الصفقة الأخيرة يعني للأمانة ربما لتمرير الأمير محمد بن سلمان وموافقة عليه ربما من أجل تكافي شر أمريكا وهذا هو الأرجح لأنه يبدو أن هناك قرار في الكواليس الأمريكية بتغيير السياسة مع المنطقة هناك مئة افتراض وافتراض يمكن أن نناقش فيها بهدوء ولكن كل هذا السلاح يعني فلسطينيا ما بدناش صحيح أن الراجمات الصواريخ التي رشقت على صعدة في اليمن تحرر فلسطين وسينة وكمان بلدين ما بدناش بما أنكم مصرين على هذا الخط السلمي مع إسرائيل ممكن هيك بأموالك وعبقرياتك الأكاديمية اتقنعونا بس هيك سلمي في إسرائيل ممكن أرد علي يلينا لا تلطعين لا مش ممكن عبينما أكمل التأكيد فقط ليكمل الكلام اسمح لي يا ستلينا أحتفظ بحقي بالكلام نعم على كمان الكلام اهدى يا رجل الكلام عن مغامرة يعني هو أنا نعم أتفق معاه لأنه ربما بيحمل عقلية غير عنا يا شوام نحن بلاد عرفت معنا الاحتلالات والمقاومات والمؤامرات والخيانات هناك آخرون ينتمون إلى محميات بريطانية على مجموعات من السكان أخرجت فجأة في سياق غير تاريخي متراكم لتحدد للشعوب معنى المغامرة ومعنى الكرامة يا سيدتي أنا أقول أنه يجب البحث عن السؤال المناسب السؤال المناسب في هذه الحلقة هل يدرك أكاديميون الفرق بين التحليل والتسويق هذا أهم سؤال تسويق السياسة جائز تسويق السياسة يتم بمليون وسيلة لكن خداع الرأي العام الأخ يقول لك يجب أن نكون برقماتيين أي يعني برقماتي يعطيني برقماتي إليه بس أسلوب واحد لبرقماتي ينحني مع العاصفة لبرقماتي الله يرحم أبو عمار كان أبو عمار ينزل العملية ويقول للشباب أنا حشقوبها في اليوم الثاني كان يلعب بعدة أوراق أنتوا ما عندكوش إلا ورقة وحدة دائما ما تكشر عن أنيابها بصعود اليمين المتطرر الأمريكي أظروا مش معنى ذلك أن الجمهوريين لم يعد لدينا الكثير لا لا دقيقة دكتور فهد معك وقت دقيقة يلا يلا مدام مدام عطتوني دقيقة شكر لكم صراحة للأنصر والله يا أخ نزار أشوى أن جل الشعب الفلسطيني مش زي الفكر اللي تحملها حضرتك والله هالشجاعة الأدبية لو بتأخذ لك ام سيكستين ولا بندغية جليل وتروح تهاجم فيها الإسرائيليين اللي الآن تهاجمهم وراء المكروفونات أفضل لك شد حيلك وروح هاجم وحنا وراء ما انت ما حمل ضد العراقيين بلاش مزايدة بتمدح بلاش مزايدة انا عايشون جنب المستوطنات وابنعمل ومشير ومحور احسابنا خلص مع العراقيين لكن انت حسابك لازال مع الإسرائيليين احسابنا خلص مع العراقيين انت اللي حسابك الآن موجود عن ترياتك وشجاعتك خضر الشاش وحار مش لابس ميدي أمريكية وكاشخ وقاعد حنتحرر احسابنا خلص مع العراقيين اخواتك الله بس انت انت حسابك لازال الآن ميتوح بس كويس انه ما في فلسطينيين زيك انت احد كتاب قناة الميادين طيب وين عيني المشكلة في ذلك صرت مكررها يا دكتور فهد يا رجل الاغلب مثلي انت رجل موظف موظف لقناة الميادين احمل حالك وροح دكتور فهد يعني صرت مكررها اكثر من مرة كتاب الميادين وكتاب الميادين بتصير الحرب مع ايران اتمنى اشوفك بندقية لما صير الحرب باران اتمنى اشوفك بندقية دكتور فهد هذا لا يضير احد أن تكون كاتباً في أي موقع وهذا ليس وظيفة أصلاً يا دكتور فهد احمل بندقيه وروح على اليمان نعم أنت حاولت تمرير فكرة دكتور فهد حاولت تمرير فكرة أن السيد نزار موظف بقناة الميادين وهذا ليس صحيحاً هو كاتب مثل كل كتاب نعم دكتور فهد وكل عائلتي موجودة على الساحة وقعد يسكوا كلام علمي وأكاديم لو فيه كلام أنت اللي تسكت عايب هذا الكلام شد حيلك كاشف لي بكرة فتة حمرة طب روح عارب في اليمن دكتور والله لو كنت أعلم لو كنت أعلم يا دكتور فهد يا دكتور فهد لو كنا نعلم أنك ستذهب بالحوار إلى هذا المشتوى الصدقني كنا غيرنا فكرتنا كنا يعني كنا عدينا للمياع قبل ما نستضيف لو سمحت حقيقة دائماً تريدون لو سمحت لو سمحت أخذت كل الوقت وكل قصور آخر للأسف ولم يعد معنا وقت لدكتور يوسف نصر الله لا أدري إذا كانت هذه آخر مرة إذا كان الحديث سيأخذ هذا المنحة يا دكتور فهد للأسف ضيعنا معظم الوقت أنا أشكر سيد نزار بنات الكاتبة السياسي من الخليل دكتور يوسف أنا أعتذر منك وأشكرك جزيلاً شكر حضرتك مدير مركز باحث لدراسات الفلسطينية وشكراً لك سيد فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي للسلام والأمن في الكويت شكراً لكم مشاهدين أعتذر منكم حقيقة على مدار في هذا النقاش وعلى هذا المستوى من النقاش لم يكن مقصوداً أبداً أتمنى لكم أياماً مباركة كل عام وأنتم بخير وأستودعكم الله اشتركوا في القناة